بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترين بالتأكيد حلقة مهمة جدا لأننا هنتكلم في تفاصيل متعلقة بآخر اللحظات والكواليس في استعداد منتخبنا الوطني لمواجهة السودان المباراة النهاردة إن شاء الله الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يا جولة الحسم مرحلة التأهل إلى دور الستاشر خلال الفترة اللي جاي أيا كانت نتيجة مباراة نيجيريا أمام غينيا بيساو منتخبنا يفوز عشان يحتل المركز الثاني في إطار مباراة المجموعة الرابعة من منافسات كأس الأهم الإفراقية حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا وكمان هنتكلم عن آخر أخبار الأهلي في الظل إن النهاردة كمان في راحة سلبية وفي استعداد من بكرة إن شاء الله لمباراة المقاولين في الجولة التالتة من مباراة كأس الربطة نبدأ حلقتنا بيه سؤال حلقة اليوم وكل الناس اللي بتأكيد هتتابع مباراة منتخبنا النهاردة يتوقعوا تشكيل منتخبنا الوطني وده سؤال حلقة الترين توقعتكم لتشكيل منتخب مصر أمام السودان ونتيجة المباراة المنتظرة من هذه المواجهة الحاسمة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر والإستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم ومشاركتكم على سؤال حلقة اليوم لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا استعدادا للمقاولين وفي تريند المحلي الليلة المنتخب يواجه السودان في الجولة الحاسمة وأخيرا فيفا يطرح اليوم تزاكر مباريات مونديال 20-22 استعرض مباريات اليوم النهاردة في مباريات في البطولة الإفريقية وزي ما قلت النهاردة مباريات المجموعة الرابعة الساعة 9 في نفس التوقيت مصر تستضيف السودان مصر عندها ثلاث نقاط والسودان نقطة فقط وبالتالي السودان عندها أمل أن هي تكسل عشان على أمل اللحاق بركب الفرق المتحدة أهلة في المركز الثالث ومصر إن شاء الله الفوز بهدف مقابل لشيء يؤهن بشكل رسمي كتاني المجموعة أيضا في نفس التوقيت غينيا بيساو هتستضيف نيجيريا ونيجيريا ضمنت التأهل خلاص في صدارة المجموعة وهتبقى مباراة تحصيل حاصل للنصور النيجيرية لكن غينيا بيساو عندها نفس أمل وفرص منتخب السودان الدور الإنجليزي النهاردة في مباراتين الساعة 9 ونص من المساء اليوم ليستر سيتي يصطديف توتنهام هوتسبير والساعة 10 مساء بيرينت فورد يصطديف منشستر يونيتد دي مجموعة من مباريات اليوم سواء الإفريقية أو حتى المباريات الأوروبية في الدور الإنجليزي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز الحاجات اللي معنا النهاردة في فقرة تريند التريند أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند في فقرة تريند التريند هنركز على فكرة تطخيم الأمور الخاصة بالنادي الأهلي في صفحات السوشيال ميديا والموضوع ابتدى بقى واضح بنسبة كبيرة جدا لكل السادة المتابعين دايما السوشيال ميديا بتدينا كده مرآة للحالة العامة اللي الناس عايزة تتكلم فيها أو الشارع الرياضي دايما مشهول بإيه الوسط الرياضي في مصر والوسط القرى وتحديدا فيه تفاصيل كتير وفيه كواليس كتير وفيه مشاكل وقضايا وأزمات كتيرة جدا وده ممكن يكون طبيعي لأن كل العالم ماشي بنفس الإطار زي ما يكون فيه إيجابيات فيه سلبيات لكن دايما بحس أن أي سلبي أو أي خبر ممكن يكون سلبي عن الأهلي بيتم تطخيمه بشكل جيد جدا من خلال صفحات السوشيال ميديا الناس تقول أنت تقصد وقع معينة ولا بتتكلم بشكل عام هو أنا ممكن أتكلم بشكل عام في بعض الفترات لكن في الفترة الحالية تحديدا لا أقصد بعض المواقف المعينة الناس تقول لي تقصد مثلا موقف بيت سمو سيماني في المباريات الأخيرة وبعض الناس اللي حابت تسأله على قهربة والطريقة اللي حصلت في السؤال على قهربة وهل هي مهنية ولا غير مهنية ده جزء ده جزء لكن فيه جزء تاني أكبر من كده على مدار عملي في المجال الإعلامي وتحديدا في المجال الصحفي حوالي 14 سنة أي تدريب في النادي الأهلي بشوف مثلا فيه احتكاك ما بين بعض اللعيبة بشوف أنه فيه حماس وجدية من بعض اللعيبة فيه التدريبات لكن بلاحظ دايما اللي لما بيكون فيه احتكاك زائد عن الحد أو احتداد فيه اللعب ما بين بعض اللعيبة نتيجة أنه كل واحد عايز يقدم أفضل ما لديه داخل المران لا بحيث أن هنا لو حصلت تاتشا صغيرة أو مشكلة صغيرة بيتم تضخمة في الإعلام وزي ما يكون مباراة الأمس مثلا مع الزمالك وفاركوف كاسر ربطة ما حدش تكلم خالص على الأحداث اللي كانت موجودة مثلا في خروج أحد اللعبين لا كل ركز رغم أن دي كانت صوت وصورة الناس كلها شايفاها لكن كل ركز على مشدى ما بين وليد سليمان وياسر إبراهيم حتى لو حصلت مشدى داخل المران ده شيء طبيعي ده شيء طبيعي وبيحصل في كل فرق العالم لكن التركيز على فكرة تفاصيل التفاصيل ياسر قال إيه الوليد وليد قال إيه ياسر كابتن سيد عمل إيه مع ياسر كابتن سامي اتدخل في الموضوع وحل الموضوع بين الاتنين لا ده فيه غرامة مالية على ياسر لا كابتنون سليمان قال ياسر عاستنك لما تخلص التمرين يعني ده تدريب وطبيعي في أي تأسيمة بيكون فيه احتكاك ما بين اللعيبة ولو حد خرج عن النص داخل المران بيكون فيه غرامة خلاص اقلب الصفحة وشوف اللي بعدها لكن دايما بحس كده أن فيه ناس عايزة تخلي الخبر ده ترند عايزة تخلي المعلومة دي هي اللي تبقى منتشرة من خلال صفحات السوشيال ميديا ده قياس باتكلم عليه رغم أن في نفس اليوم في نفس الموقف كان فيه مباراة في كاس الرطة كلكم عارفين طبعا أقصد إيه وكان فيه مشهد على مرأة ومسمع من الجميع ما حدش تكلم عليه خالص عدي لا شوف هنا المشكلة دي وكبرها وخليها ترند من خلال صفحات السوشيال ميديا احنا برنامج سوشيال ميديا فدايما بنشوف الإيجابيات فين والسلبيات فين ولو فيه سلبية في بعض المواقف بنحاول نخليها ترند إيجابي لأن احنا دايما شعرنا هنا بنشتغل على الإيجابيات على فكرة فيه سلبيات وفيه أضايا والله لو اتكلمنا فيها وفتحناها الناس مش هدعرف ترد علينا وتقول لنا أنتم مش هيعرفوا يواجهونا باللي احنا هنقوله سواء معلومات أو ردود أو أو الجزاية التانية هو طبيعي أن أيهم دربوا وخارج من الملعب حد يواقف قدامه بكاميرا يسأله يقوله أيا كان طبيعة السؤال ولا فيه رولز معينة وحدود معينة في التعامل مع الأجهزة الفنية بشكل عام فيه ميكسنزون فيه مؤتمر صحف البريس كونفرنس لكل الصحفيين وكمان طريقة السؤال واستخدام الأداء اللي هتستخدمها في السؤال كل دي من الإطار الأمور المهنية اللي بيتم استخدامها ورولز اللي بيشتغل عليها سواء ربط الأندة المحترفة أو حتى طبقا للمسابقة اللي أنت بتشتغل فيها هو أنت بتشوفوا دلوقتي منافسات كأس أمم إفريقيا هل بتشوف مدارب وخارج لسه من على دكة البودلاء حد وقف له بكاميرات موبايل بيسأله ولو وقفت بكاميرات موبايل وسألت والمدارب ده خدت ضدامك أي أكشن أنت ساعت هنا تقدر تحاسب المدارب على الأكشن بتاعه ولا فيه رولز وتعليمات محددة أنت اللي خلفتها بسبب طريقة وقوفك في المكان ده وسؤالك خارج عن النص بخصوص المباراة واستخدامك أداة كمان غير معتمدة في هذه المباريات وفي هذه المسابقة كل دي تفاصيل الناس اللي لازم تركز فيها لكن احنا بنتعامل مع الأمور على أن ده مدرب الأهلي خلش اسأله سؤال أي رأكشن وأي رد فعل خدوا ترند ويعملوا حدث رغم أنه فيه أحداث ثانية وفيه أضايا تانية المفروض تحتاج أنها تبقى ترند والناس كلها تقعد تسأل وعايزة تعرف الإجابة لأنه أضايا مهمة جدا وأضايا إجابتها مهمة جدا في مسابقة الدورة احنا بنلعب فيها وفي تفاصيل كتيرة سواء السنة دي أو السنة اللي فاتت لكن هي الفكرة اللي عايز ألخص كل اللي أنا قلته تطخيم الأمور اللي بتخص الأهل تحديدا عبر السوشيال ميديا تطخيم الأمور فجأة تسمع عن ربطة وعدم التعامل مع بيت سمو سيماني ولعب ياسر إبراهيم اتخاني مع وليد سليمان وتطخيم أمور بدري بنون بشكل غير طبيعي لغاية لما اللاعب تلع ورد رغم أن أنا في نفس المكان ده الإسبوع اللي فاته أنا بتكلم على بدري بنون قلته ممكن يكون عندي المعلومة بس مش هقول التفاصيل لغاية لما اللاعب يرجع للقاهرة ويجري الفحوصات الدقيقة عشان نطمئن عليه وفي التالي الجزء الطبي تتحديدا لازم تستنى لإعلان الرسم ما فيهوش انفراد في حاجتين ما فيهوش انفراد الموت لقدر الله والإصابة الموت والإصابة لكن دايما بحس أن السوشيال ميديا أو بعض اللي جان بتستغل أن جمهور الأهلي عايز يتطمن على الفرقة جمهور الأهلي ما بيحبش يسمع كلمة سلبية عن الفرقة لأ صدر الصورة السلبية عشان تبقى تريند ما انت بتتكلم على نادي شعبيته كبيرة وجمهريته كبيرة في مصر وفي الوطن العربي وفي كل مكان للأسف بيتم استخدام السوشيال ميديا بشكل سلبي جدا وبحس أن التركيز دايما بيبقى على الخبر داخل النادي الأهلي المعلومة الصغيرة اللي ممكن ما يكونش لها هدف لكل الناس لأ نكبرها ونعملها حديث بقى كبير ومسلسل وفيلم سينمائي وقصة كبيرة وهي في النهاية لقطة بسيطة بتحصل كل يوم في كل تدريب لأي فرقة وبتحصل في مطشط وبتعدي طيب الجزء الثاني ومتعلق بشعبية الأهلي والحقوق التسوقية الخاصة بالنادي الأهلي وبالأمس كان في حديث لرئيس النادي الإسماعيلي في هذا إلا الشأن برضو يا جماعة انتوا لو انتوا في مشاكل بتقابلكوا سواء اقتصادية أو رياضية أو فنية بلاش استخدام كلمة الأهلي أو اسم الأهلي في أي جملة مفيدة النادي الأهلي الناس بتشتغل علشان تكسب بطولات والنادي الأهلي دايما بيبقى موجود في أي حدث اسمه وشعبيته ومكانته الكبيرة في الوطن العرب وفي الشرق الأوسط وفي القرى الإفريقية بس هل ده رجع أو جاء بسبب شعبية الأهلي فقط؟ لا في ناس بتشتغل عايزة تجيب بطولات فأي حد ممكن يكون عنده أزمة في الناحية التسوقية أو في الناحية المالية ما يربطش ده بالشعبية فقط لا ليه جزء تاني مهم جدا وشق مهم جدا وهو انك تشتغل عشان تجيب بطولة انك تشتغل عشان تعمل رصيد كبير من البطولات ما البطولات دي ووجودك على مناصة التتويق في المركز الأول بيخليك دايما محط اهتمام كل الوكالات الإعلانية محط اهتمام كل وسائل الإعلام ده شيء احنا تعودنا عليه واتربنا عليه وشفناه في المجال الرياضي والمجال الإعلامي والإعلاني المجال الإعلامي والإعلاني طول ما انت بتكسر بطولات طول ما الناس على طول دايما مركزة معاك ومهتم يا بيك وبتلاقي الإعلانات كلها بتجري وراك فبالتالي محدش يستغل الجزئية دي ويلعب بقى على شعبية الأهل وان الأهل يواخد كل شيء الأهل بيكوش على كل حاجة الأهل مش بيكوش على كل حاجة الأهل بيشتغل عشان يقدر يكسب كل حاجة مش بيكسب كل حاجة كده لمجرد ان هو بيكوش لا هو الأهل بيشتغل عشان يكسب كل حاجة هو الأهل لما فاس باتنين دورة عبطال إفريقيا مش طبيعي قيمته التسويقية والعلامة التجارية بتاعت الأهل ما حليا تبقى رقم واحد طبيعي هو الأهل ما بتصنف ضمن تصنيفات الاتحاد الافريقي في كل المباراة الرسمية بتحط إيه؟ تصنيف أول ليه تصنيف أول؟ تبقى لبطولاته مش الشعبية بس الشعبية والجمارية مهمة جدا بس إنت إزاي تقدر تستغل الشعبية والجمارية دي إنك تكسب بطولات عشان يبقى عندك توازن بابين يعني النقطتين المهمين دول بطولات وشعبية دول بيجيبوا فلوس ودول بيجيبوا فلوس بس حاجة من الاتنين لا قدر الله ويقعت هتقدر تجيب فلوس؟ لا مش هتقدر فيه أندية شعبية وفيه أندية على المستوى القرى الافريقية أندية شعبية وجمارية كبيرة لكن قيمتها التسوقية مش بنفس قيمة الأهلي ليه؟ لأن الأهلي هنا بيجيب بطولات فبلاش حد يلعب على الوطر ده عشان ما يشحنش الجماهير لو مش عارف تشتغل في الجزئية دي كناحة أنك تجيب بطولة ما تلعبش على الوطر بقى الجماهيري وتقول الشعبية والكلام ده كله يا جماعة التفاصيل الصغيرة دي اللي ممكن يقولها بعض المسؤولين هي الشرارة اللي بسببها بتحصل أزمات في الملاعم ما بين الجماهير وبعدها البعض دي الشرارة اللي بتعمل أزمة بين الجماهير وبعدها البعض لو بنعرض الأمور بشكل سليم وبشكل صحيح وبشكل علمي مش هتحصل المشاكل دي بصوا على الدور الإنجليزي هل الأندية كلها زي بعضها بصوا على الدور الأسباني هل ريال مديد وبرشلونة زي ختافي وريال مايوركا وكل الأندية في الدور الأسباني لا ليه دي الطبيعة اللي موجودة في أي مكان في العالم اللي لها علاقة بالنحية التسويقية والعالمة التجارية اسمي ومكانتي وشعبيتي آه مهمة لكن برضو بكسب وبكسب بطولات وبعمل إنجازات ده مهم جدا لما يجي نتكلم بس في النقطة دي يعني النقطة دي نقطة حساسة جدا والناس بتتكلم فيها بقالها سنين وده اللي بيعمل دايما حساسية ما بين النادي الآهلي ما بعض جماهير الأندية الأخرى نتيجة في بعض المسؤولين مش عارفين أهمية الكلام في الموضوعات الحساسة اللي زي دي وبيصدر صورة غير صحيحة عن الواقع المتعلق بشعبية الآهلي وبطولات الآهلي وقيمة تسويقية للنادي الآهلي طيب الموضوع الثاني وهو متعلق بقى منتخبنا الوطني إن شاء الله يوم السبت القادم أرعية الدور الفاصل والحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين خلاص مرحلة البلي اوف دخلين في المرحلة الحاسمة مبارتين مية وتمانين دقيقة منتخب مصر يتأهل يا رب الكأس العالم وإن شاء الله مصر هتكون في المونديال ولكن كنت أتمنى أن يكون التصنيف الخاص بأمم إفريقيا في شهر يناير هو المعتمد في القرعة لأن للأسف الاتحاد الإفريقي كان أعلم في فترة سابقة أن آخر تصنيف صادر من الفيفا في شهر نوفمبر الماضي هو اللي هيتم الاعتماد عليه خلال الفترة اللي جاية وعلى هذا الأساس هتكون قدامنا في القرعة يوم السبت اللي جاي الساعة خمسة بتوقيت القاهرة وعين دمكم على الشاشة ده على فكرة ده الخطاب المرسل من الاتحاد الإفريقي لكل الاتحادات الوطنية الإفريقية وده يعني حصري على شاشة قناة الأهلي وهو متعلق بقرعة كاس العالم الخطاب ده حصري أول مرة يعرض على الشاشات متعلق به الرولز والشروط اللي حطها الاتحاد الإفريقي الخاص بالقرعة يوم السبت اللي جاي قيل في الشروط إيه؟ أو أنا القرعة تبقى في يوم السبت اللي جاي الساعة خمسة في دولة في الكاميرون على هامش منافسات كاس الأمم وقال إن هيتم اعتماد تصنيف 19 نوفمبر الصادر من الفيفا زي ما قلت هيبقى فيه وعائين وعاء فيه الفرق المصنفة التصنيف الأول والوعاء التاني هيكون فيه الفرق المصنفة التصنيف التاني من التصنيف الأول؟ قدامنا كمان هو في الخطابة على الشاشة مكتوب المستوى الأول السنغال المغرب تونس الجزائر نيجيريا المستوى التاني مصر الكاميرون غانا مالي الكنغو ديمقراطية إذن الفرق اللي هتلعب في المستوى الأول هتواجه الفرق اللي في المستوى التاني الوعاء الاول هيكون فيه فقراء المستوى الاول والوعاء التاني فرق المستوى التاني. هيتم سحب القرعة ازاي? هتاخد قورة من الوعاء التاني. نفترض مثلا منتخب مصر وهتاخد قورة من الوعاء الاول تطلع بقى المغرب تطلع تونس تطلع الجزائر تطلع نيجيريا تطلع السنغال انت وحظك وقتها بالمستوى الفن اللي شايفينه في كسر الامر الافريقية انا شايف يعني ايا كانت مارس يكون جاهز للمواجهة دي. لأن المواجهة صعبة جدا. لكن بالعكس لما بتسحب القرى الأولانية من المستوى التانية وهيطلع منتخب مصر وتسحب القرى التانية من المستوى الأول. نفترض مثلا يطلع المغرب أو الجزائر أو تونس. عندي حسن لعب فريق عربي. يعني إحساس ان احنا هنلعب فريق عربي. فأحد المنتخبات التلاتة. المباراة الأولى هتكون فين? المباراة الأولى هتكون في مصر. والمباراة التانية هتكون فيه يا المغرب يا الجزار يا تونس يا المنتخم اللي احنا اللعبوا فيه القرعة البلاي اوف فبالتالي المباراة الاولى هتكون في مصر في 21 مارس والمباراة التانية هتكون خارج مصر 28 او 29 مارس نتمنى التوفيق يا رب المنتخبنا الوطني والقرعة خلاص يوم السبت الجاي الساعة 5 بتوقيت القاهرة دي الأخبار الخاصة بقرعة الدور الفاصل وربنا يوفق منتخبنا النهاردة أمام السودان والقرعة مهمة جدا يوم السبت كلنا عن تباحة ان شاء الله ساعة 5 بتوقيت القاهرة اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف تريند الاهلي وأبرز العناوين اللي معايا في فقرة تريند الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الاهلي فقرة مهمة جدا لان فيها تفاصيل متعلقة باخبار الاهلي خلال هذه الفترة نبدأ مع بعض فقرة تريند الاهلي وحديث لبيتسو موسيماني من خلال الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر واللي كتبوا ان موسيماني يستقر على عودة الاساسيين في كأس الربطة استعدادا للمونديال كلنا عارفين ان المتبقي للاهلي تلات مباريات في كأس الربطة لعبنا مطشين تعدنا مع الجونات تعدنا مع الاسماعيلي باقي تلات مباريات اولهم بالتأكيد مباراة المولين العرب بعد غد ان شاء الله لكن قبل السفر يوم واحد وثلاثين يناير اكيد بيتسو موسيماني هيبتع الدفع به المجموعة الاساسية افشا طاهر محمد طاهر لويس ميكسوني ان شاء الله بعد عودته من موزنبيق لسه كمان بير ستاو الفترة الجاية كل المجموعة الاساسية ياسر ابراهيم رامي ربيعة كل ده مهم جدا ياخد جزء من المباريات في الفترة الجاية قبل السفر الى ابو ظبي استعدادا لاخد مباراة منتري المكسيكي يوم 5 فبراير لازم تحضر ده زي ما قال موسيماني خاصة انك لسه مش عارف موقف الدوليين في ظل ان لسه منافسات كأس الامم الافريقية مستمرة واتنتظر لغاية يوم 3 اتنين اذا كنت ممكن تستعين بأحدهم او هتستقر على المجموعة اللي موجودة معك لكن طبعا اكيد لازم ياخد جزء من المباريات في كأس الرب نروح ليه حساب الوطن سبورتو بيتكلموا على رسالة همة من موسيماني لمحمد هاني بعد اصابة اكرم توفيق هو الطبيعي يعني الصورة ممكن تكون شرحة نفسها ان بعد اصابة اكرم توفيق ما عندكش بديل في المكان ده الا محمد هاني فيبدأ الكلام مع هاني على الاستعداد للفترة اللي جاي لان فترة طويلة ما بين كأس عالم اندية دوري ابطال افريقيا مبارات الدوري لان اكرم للأسف اصابته ممكن تاخد على الاقل من 6 الى 8 شهور طيب نروح كمان ليه حساب الاهرام وبيتكلموا على ان الكابتن محمود الخطيب يتدخل لاستخراج تأشيرة اكرم توفيق الى الماني فيه جراءات بتتم بسرعة جدا خلال هذه الفترة لحسم مسألة سفر اكرم توفيق واجراء العملية الجراحية في اوروبا في الدوحة ده هيتحدد الفترة جاية لكن طبعا الاتجاه الاقرب المانيا وطبعا الاجراءات دي بتاخد وقت ففيه اهتمام كبير جدا من الكابتن محمود الخطيب للاتمنان على حالة اكرم توفيق مهم جدا العملية الجراحية تكون بسرعة لكن الاهم بعد العملية الجراحية التأهيل هيكون فين لان ده بيفري كتير قوي في اصابات الرباط الصليبي والف سلام على اكرم وربنا يسلم كل لعبتنا في الفترة اللي جاية حساب المصر الرياضي بيتكلم على علي معلول يعني المؤمن دايما مصاب عندنا للأسف يمكن اصابات غريبة جدا سواء اصابات عضلية او حتى الكورونا ومضاعفات الكورونا علي معلول بالامس كلنا عارفين الاتحاد التونسي اعلن انه اصيب بيه الكورونا وتم عزله في احد الفنادق هناك في مدينة تالين بيه اللي بينعب فيها المنتخب التونسي الخبر معي ان النادي الاهلي بيطلب من منتخب تونس تقريرا على حالة معلول ده بالتأكيد عشان نطمئن على حالة اللاعف ظل ان في بعض الاحيان لقدر الله الكورونا بتعمل مضاعفات وده اللي شفناه في حالة بدري بنون فبإذن الله اتعافى علي معلول وما يكونش فيه اي مضاعفات ونطمئن على حالة الصحية الفترة الجاية فلكن الفترة الحالية فيه تنصيق طبي كبير جدا ما بين الجهاز الطبي في النادي الاهلي مع الجهاز الطبي للمنتخب التونسي والجهاز الطبي ايضا كمان للمنتخب المغربي نروح لحساب بطولات وبيتكلموا على خبر مهم جدا خاص بمونتري المكسيكي بصوا التفاصيل الموجودة في الخبر الحساب رسم البطولات بيتكلموا على منافس الاهلي مونتري فيه تصرحات نشرت فيه صحيفة مركة الاسبانية بيقولوا فيها ان فيفا رفض تعديل موعيد كأس العالم للاندية وقزمة الدوليين لها حل هنا فيه شقين الشق الاول مونتري بيواجه نفس ازمة الاهلي عنده لعبة دولية بتلعب في منتخب المكسيك وتصفيات كأس العالم عن منطقة الكونكاكا في امريكا الشمالية بتتلعب وهتخلص يوم 3 فبراير قبل اولى مباراة مونتري امام الاهلي يوم 5 فبراير فعنده مجموعة من اللاعبين الدوليين طب هياخد اللاعبة ازاي ويبعثها وتسافر ابو ظبي عشان يشاركوا في مباراتهم امام الاهلي ده شق الشق التاني انهم طالبوا من الفيفا تعديل موعيد كأس عالم اندية وانا هنا في نفس المكان ده على مدار شهرين بأكد لان ده من خلال مصادر رسمية في الاتحاد الدولي على مدار اليوم بجري اتصالات بالناس هناك اعرف موقف الفيفا ايه الناس من اول يوم واخدى قرار كأس عالم اندية من 3 ل 12 فبراير لا يقدر منتري يغير ولا الاتحاد الافريقي يغير ولا حده يغير لان المعدة تحدد بالاتفاق مع تشيلسي والاتحاد الدولي شايف ان مشاركة تشيلسي هي المشاركة الاساسية في البطولة للأسف هي نظرة للأسف للأسف نظرة مش كويسة لكن ده الواقع اللي احنا بنتكلم فيه ودي المعلومة المهمة اللي كان دايما انا حريصا الها لكل السادة المتابعين والمشاهدين لقناة الاهل منتري كمان طلب تأجيل او تغيير المعاد الفيفا رفض طب حل ازمة الدوليين بالنسبة للمنتري اتفق ازاي ان المباراة الثالثة لمنتخب المكسيكي ومن 3 فبراير هو اتفق مع المنتخب المكسيكي عدم الاستعانة بلعب المنتري في هذه المباراة وبالتالي يكون عندهم صحة من الوقت ان يسافر الى ابو ظابي لخوض مباراة الاهل ده موقف منتري اللي اكد كل الكلام اللي قلته خلال الفترة اللي فاتت ان للأسف هذه البطولة في معادها من 3 الى 12 فبراير والفيفا اعلم بالامس قائمة الحكام الدوليين اللي هيدين للمباراة ومنهم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال الجزائري اللي هيكون موجود فيه منافسات كأس العالم للاندية اخر حاجة معايا في تريند الاهلي حساب في الجول وبيتكلمه على نجمنا محمود حسن تريزيجي والله انا الخبر على المستوى الشخصي وكل جمهور الاهلي يتمناه لكن طبعا احنا بنسعد دايما بوجود تريزيجي في أستون فيلا واستمراره في الدور الانجليزي لكن الخبر اللي معايا ان فيه مصدر في الاهلي نفع لفلجول وقال لهم لا صحة لوجود مفاوضات مع أستون فيلا لضم تريزيجي على سبيل الاعار طبعا تريزيجي لعب مهم وكبير بيشرف النادي الاهلي بيعتبره احد ابناءه بيلعب في اهم وافضل مسابقة كروية في العالم لكن على المستوى الرسمي ما فيش اي مفاوضات لضم اللاعب ودي اخر حاجة متعلقة بترند الاهلي كل التوفير التريزيجية ربي خلال الفترة اللي جاية ويكون جاهز مع المنتخب الوطني اخر حاجة قبل ما اطلع الفاصل كلنا عارفين ان بيتسو موسيماني كان مدرب جنوب افريقا من القرى الافريقية يمكن خلال الفترة اخيرة سمى اكرم توفيق او اطلق عليه رقب مفاسة وكلنا شوفنا طبعا المسلسل الجميل جدا او الفيلم السينمائي الكرتوني بالاسد الملك زاليون كينج وكلنا طبعا عارفين قصة مفاسة فالنهارده بيتسو موسيماني نشر صورة على الانستجرام وصورة الاسد الصغير وهو بيتكلم مع اكرم توفيق لمفاسة قوم واستعد وجهز الفترة الجاية دعم كبير جدا من بيتسو موسيماني وطبعا المسلسل الجارتوني ده احنا كلنا بنعشاءه زاليون كينج مفاسة اكرم توفيق يرجع يا رب خلال الفترة الجاية بسرعة اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وترند امم افرقيا نسخن مع بعض كده نعرف ان الجو ساعة شوية لكن نسخن مع بعض كده قبل مبارات مصر والسودان النهاردة ان شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الخبر اللي معي ان النهاردة المنتخب الوطني عمل تدريب تنشيطي قبل التوجه للقاء السودان وكان التدريب ده في مقر اقامة منتخبنا الوطني في العسامة الكاميرونية يا ويندي وكان التدريب لمدة نص ساعة بمشاركة جميع اللاعبين فيما وصل حمد الوينش واحمد فتوح برنامجهم الى علاجة بالمناسبة عايزة اقول لكم ان منتخب مصر موجود في نفس فندق الاقامة مع المنتخب المغربي وده شيء عامل حالة جيدة جدا ما بين المنتخبين لدرجة حتى المغرب مبارح بعدما اتعادلت مع الجابون وتصدرت المجموعة اول ما رجعوا للأوتيل كان في استقبال حافل جدا واستقبال رائع من نجوم منتخبنا الوطني مع النجوم الكرة المغربية وفي صورة مميزة اكيد برضو لسوفيان رحيمي مع نجميناء المصري محمد دا صلاح قال لسا كيروش النهاردة في اجتماع مع الجهاز الفني قبل تناول وجبة الغداء بعدها على طول يدخل لعيبة في راحة حتى موعد التحرك لستاذ احمد اهيدجو للقاء السودان الساعة 9 بتوقيت القاهرة طبعا كلنا عارفين المنتخب انتقل الى يويندي عشان يلعب المباراة على ملعب احمد اهيدجو ده نفس الملعب اللي انبارح المغرب لها بتعليم مباراتها مع المنتخب الجابوني واللي انتهت بالتعادل الاجابي 2-2 اللعيبة اللي مشاركوش في المباراة او المشاركوش اللي مش هيشاركوه في مباراة النهاردة هيبقى فيه جزء تدريبي كده على ملعب المباراة بعد نهايته على ملعب احمد اهيدجو والبعصة بتنتظر ما تكرره اللجنة المنظمة للبطولة غدا على دوق النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق في الفترة اللي جاية طبعا تبقى لترتيبة في المجموعة هتشوف بقى المطش اللي جاية هتبقى فين المتعارف عليه تبقى للجدول مصر تكسب السودان النهاردة تبقى في المركز الثاني هتواجه اول المجموعة الخمسة اللي فيها الجزائر كودفوار غينية الاستوئية سيرليون لو الجزائر والكودفوار تتعدلوا مثلا وغينية الاستوئية كسبت مصر هتلاعب غينية الاستوئية بس المباراة هتبقى في دولة مش في ويندي على ملعب جابوما الملعب ده اللي عامل ازمة كبيرة الكاف مباراة خد قرارات والغاية النهاردة مش قادر يا لان صامو القطو كمان مش متقبل فكرة غلق ملعب الفترة الجاية قالك لا كل المنتخبات تلعب على كل الملعب ومش مرحب بفكرة نقل مباراة من ملعب الى ملعب اخر عموما كارلوس كيروش وعمر السولية اتكلموا مباراة في المتمر الصحفي بخصوص مباراة السودان وقالوا كلام مهم جدا بخصوص هذه المباراة التي تتلعب النهاردة الساعة التاسعة نروح لوقاء المتمر الصحفي ثم نرجع ونشوف اخبار المنتخب على السوشيال ميديا نحن سعيدون جدا لا توجد حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريقنا لسوء الحظ لدينا بعض اللاعبين المصابين خاصة في خط الدفاع خسرنا ثلاثة لاعبين في خط الدفاع لكن بقية اللاعبين مستعدون لخوض المباراة ولديهم رغبة كبيرة لحصد النقاط الثلاث الاهم الان هو جمع النقاط مصر كل الناس عارفة قيمة منتخب مصر احنا كالعيبة عارفين قيمة شرطة منتخب مصر احنا موجودين في البطولة ان شاء الله عشان نلعب على البطولة الاخر يوم حلم لنا طبعا كلعيبة وكمجموعة اللاعبين ان احنا مع وجود مدرب اسم كبير في كرة القدم ان احنا نقدر نطلع اقصى حاجة عندنا ان شاء الله تكون البطولة من نصبنا هنحارب عليها باذن الله احنا واخدنا خطوة خطوة مباراة مباراة اعلى بحضراتكم من جديد وده كانت تصريحات مهمة جدا من كارلوس كيروش وايضا عامر السلية كيروش قال نقطة مهمة جدا الناس ممكن تقول ملاش علاقة بالمستوى الفني او الاختيارات الفنية لا ده اهم من الاختيار الفني ان الحمد لله منتخبنا الحمد لله كل المساحات اللي بيعملها قبل المباراة الرسمية كلها سلبية دي نقطة غاية في الخطورة في ظل اولا صحة اللاعب ده في المقام الاول لكن كمان الجزء المتعلق بقى بالمباراة الفترة الجاية مش يعني فيه ثلاث غيابات عندنا اصابة اقرم توفيق اصابة فتوح اصابة الوينش فالمنتخب اكيد يعني مش في وردة اي غيابات الفترة اللي جاية طيب نروح مع بعض ونشوف اخبار المنتخب من خلال السوشيال ميديا وايه الاخبار اللي كانت موجودة في صفحات السوشيال ميديا اول حاجة معايا حساب في الجول حساب في الجول بيقول على ان الفرعنة ان شاء الله عيواجه سقور الجديان الليلة من اجل ضمان التأهل للدور المقبل وتخطي دور المجموعات رفاقة صلاح امام واجهة ليست بالسهلة في دربي وادي النيل ضد قتيبة المدرب برهان تية فمن سيعبر بقاربه الى بر الامان في المباراة ان شاء الله يكون التوفير لمنتخبنا ونتأهل الى الدور القادم نروح كمان معنا ونشوف سبورة 362 مصرية بتقول القيمة السوقية او التسوقية لمنتخب مصر بالمقارنة بمنتخب السودان طبعا فيه تفوق كاسح لمنتخبنا المصري منتخب مصر قيمة تسوقية ليه 161 مليون دولار مليون يورو وتموميت الف رقم بالتأكيد كبير جدا واللي بيعلق قيمة تسوقية لمنتخب مصر القيمة التسوقية ايضا لمحمد صلاح لمحمد صلاح قيمته الوحدة بتتخطى حوالي 100 مليون يورو منتخب السودان 2 مليون وتسعة من عشرة رقم بالتأكيد ضعيف جدا لكن اخذوا بالكم الارقام دي شيء والملعب شيء تاني خالص شفنا مفاجآت في هذه البطولة شفنا ازاي ادرت سيراليون تتعادل مع الكودفور شفنا غينية الاستوقية بتكسب الجزائر شفنا كمان غانة بتخرج من الدور الاول بالخسارة امام جزر القمر اللي بتشارك لاول مرة في منافسات كأس امم افريقي ربنا يا رب يبد عننا المفاجآت والنهاردة منتخبنا يكسب ويتأهل للدور الخاضر نروح لحساب يلا كورا وبتكلمه على تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السودان المتوقع زيزو اساسيا في حراسة المرمى الشناوي خط الظهر ايمن اشرف محمد عبد المنام احمد حجازي عمر كمال عبد الواحد امامه من نني عمر السلية احمد سيد زيزو عمر مرموش محمد صلاح مصطفى محمد التشكيل كويس بس اتمنى اشوف النهاردة عمر السلية في مركز ثمانية الفكرة اللي بيعملها كرشدي في وسط الملعب بتبوص كل الامور الفنية الخاصة بمشاركة منتخب مصر يلا كورا بتكلمه على تاريخ مواجهات مصر والسودان هل يستمر التفوق المصري مصر والسودان لابوا بعض عشرين مباراة طيب مصر كسبت خمستاشر السودان كسبت مباراتين اتعادلوا ثلاث مرات مصر احرازت خمسين هدف والسودان احرازت تمنتاشر هدف طبعا برضو الارقام في صالح منتخبنا الوطني نروح لحساب في الجول بيتكلمه على لقاية تجدد بعد 14 عام بين الفرعنة وصقور الجديان في بطولة القرى السمراء تعرف على تاريخ مواجهات مصر والسودان في أمم إفريقية آخر مواجهة ما بين الممتخبين كانت في أنجولا كانت في غانا 2008 كانت في غانا 2008 ومصر كسبت بهدفين وكان دي آخر مواجهة ما بين الفرقيتين في كأس الأمم النهاردة بتجدد اللقاء بعد 14 سنة من يناير 2008 ليناير 2022 لقموا بعد خمس مباريات مصر كسبت ثلاث مباريات السودان كسبت مباراة واحدة والفرقيتين اتعادلوا مرة واحدة نروح كمان لحساب اليوم السابع بيتكلموا على كروش لللاعبين إيه اللي بيقولوا كروش لللاعبين بيقولهم ركزوا في مباراة السودان وانسوا مجموعة الجزائر يعني ما نصح ركز في مباراة النهاردة وكسب عشان تتأهل الخطوة اللي جاية وكل حادث حديث نروح كمان لحساب ليفربول بيتكلموا على محمد صلاح على تويتر وبيتمنوا كل التوفيق لمحمد صلاح مباراة اليوم في الجروب أو المجموعة الرابعة ان شاء الله يكون المنتخب جاهز ومحمد صلاح جاهز النهاردة في مواجهة السودان وحطينا على حسابهم الرسمي توقيت المباراة ومعاد المباراة النهاردة الساعة السبعة بتوقيت جرينتش يعني الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة نروح لحساب أستون فيلا وبيتكلموا على محمود حسن تريزيجي كل الأمنيات بالتوفيق للاعبنا تريزيجي مع منتخب مصر في مهمته أمام السودان الليلة بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا كل التوفيق لتريزيجي وكل التوفيق لمنتخبنا النهاردة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض والفقرة الأخيرة من برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير والفقرة الأخيرة من برنامج التريند ومخصصة فقط لكل السادة المشاهدين في إجابتهم على سؤال طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل والنتيجة من مبارات مصر والسودان محمد شهيني الأزهاري بيقول الشناو في حراسة المرمى عمر كمال عبد الواحد حجازي عبد المنعم أيمن أشرف عمر السلية ونني وعبد الله السعيد عمر مرموش مصطفى محمد محمد صلاح أتوقع فوز مصر بإذن الله إن شاء الله يا أستاذ محمد نروح كمال لرأي تاني محمود المكاوي بيقول مساء الخير كابتن سعيد مساء الخير يا أستاذ محمود بيقول سفر تلاتة المصر الأهداف للسلية وصلاح وشريف بإذن الله وأتمنى ذلك لأن المواجهة مصيرية للفريقين وهتكون صعبة إن شاء الله بإذن الله نتيجة لكن هو ما توقعش التشكيل طيب معنا رأي آخر بس بيتوقع التشكيل مش النتيجة محمد خارج بيقول الشناوي في حراسة المرمى عمر كمال حجازي عبد المنع الأيمن أشرف على فكرة إلا ربع بحرس المرمى يعني ما عندكش بدال غيرهم السلية وحمد فتحي مرموش والسعيد وصلاح ومصطفى محمد إنت حرس المرمى والربع في خط الدفاع ما عندكش بدال غيرهم بعد إصابة أقرم وإصابة فتوح وإصابة كمان الونش هشام رمضان بيقول الشناوي في حراسة المرمى أيمن أشرف زهير أيصر حجازي عبد المنع اثنين مساكين عمر كمال عبد الواحد زهير أيمن السلية والنين وزيزه في وسط الارتكاز أمامهم مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد هو في استقرار على شكل التشكيل بنسبة يعني 99% لكن المراكز على فكرة اللي أهم من فكرة التشكيل كل واحد مركزه فين والمكان اللي هيلع فيه فين ده مهم جدا عموما كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة نعمل نتيجة إيجابية نتعهل للدور القادم في المركز التاني إن شاء الله ونستعد بقى للمواجهة الجاية تطلع بقى الجزائر كودفور سيراليون غينيا أي أن كانت لازم نستعد للمرحلة اللي جاية لكن مهم نكسب النهاردة في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله أنا أنتقي على خير في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء